السلام عليكم أتمنى أن تكونوا قد قمتم بمشاهدة الفيديو الأول والتمرن على كيفية تحريك المكعب السحري في هذا الفيديو سوف نقوم بحل الخطوة الأولى والمتمثلة فيه عمل علامة زائد باللون الأبيض حول المركز الأصفر أي أن أطراف الوجه الأصفر ستكون حاملة للون الأبيض ولذا سوف نقوم بمسك المكعب بحيث يكون الوجه الأصفر إلى الأعلى ونتفحص بقية الأوجه سوف نبحث في علامة زائد عن اللون الأبيض هنا لدينا اللون الأبيض على اليسار وفي الأسفل بالنسبة للموجود على اليسار سوف نقوم برفعه هنا أي سيعاوذ الطرف البرتقالي بحركة واحدة وهي يسار عكس عقارب الساعة قمنا برفع اللون الأبيض أو الطرف الأبيض بجانب المركز الأصفر نعيد تفحص الوجه لازال لدينا هنا طرف يحمل اللون الأبيض لكنه أسفل إن تمكنا من رفعه إلى فوق يجب علينا إما جلبه على اليسار أو جلبه على اليمين إذا جلبناه على اليسار ثم رفعناه إلى أعلى سوف يقوم بتعويض هذا الطرف الذي قمنا بإصلاحه أو إنجازه لذا سوف نجلبه إذن على اليمين بحركة واحدة وهي أمام عكس عقارب الساعة ثم نرفعه إلى أعلى هنا يمين مع عقارب الساعة نلقمنا بجلبه الطرف الأبيض نعيد تفحص الوجه هنا لدينا لون الأبيض على اليسار إذا قمنا برفعه سوف يعوض هذا الطرف الذي هو صحيح إذن سوف نجلبه هنا كيف؟ سوف نقوم بتحريك الوجه العلوي مع عقارب الساعة ثم الوجه الأيصر عكس عقارب الساعة حصلنا على ثلاث أطراف اللون الأبيض نعيد تفحص الوجه في العلامة زائد لا يوجد اللون الأبيض الوجه الموالي في العلامة زائد لا يوجد الوجه لون الأبيض هنا لا يوجد اللون الأبيض وهنا لا يوجد اللون الأبيض سوف ننظر إلى الأسفل في الأسفل لدينا في علامة زائد اللون الأبيض سوف نقوم برفعه إلى الأعلى إذا رفعناه إلى الأعلى بحركة واحدة والمتمثلة في يمين مع عقارب الساعة سوف نعوض هذا الطرف وهو صحيح بالتالي سوف نقوم بجلب هذا الطرف ناحية اليمين بحركة واحدة وهي فوق مع عقارب الساعة ثم سوف نجلب الطرف الأسفل يمين مع عقارب الساعة مرتين فحصلنا هنا على علامة زائد باللون الأبيض الخطوة الموالية تتمثل في مطابقة المراكز مع اللون المصاحب لللون الأبيض مثل لدينا لون طرف أبيض يصاحبه لون برتقالي علينا مطابقة هذا اللون مع مركزه هنا أخضر أحمر أزرق برتقالي ثم نقوم بعد أن طابقناه معنا مركزه بإدارته 180 درجة بحيث يصبح في الأسفل نفس العملية مع بقية الأطراف أزرق نطابقه مع مركزه إذن لدينا طرف أبيض يصاحبه لون أزرق متطابق مع مركزه نقوم بإدارته 180 درجة بحيث يصبح في الأسفل في الأسفل هنا متطابق مع مركزه هنا أبيض يصاحبه أخضر سوف نطابقه مع مركزه أخضر ثم نديره 180 درجة يصبح في الأسفل أصبح في الأسفل طرف أبيض نصاحب لون أخضر متطابق مع مركزه هنا الأحمر متطابق مع مركزه نديره 180 درجة تحصلنا على علامة زائد باللون الأبيض وألوان مصاحبة للون الأبيض متطابقة مع مركزها قمنا بإتمام الخطوة الأولى كالعادة عليكم التمرن عليها إلى حين إنزال الفيديو الموالي الرجاء الضغط على سبسكرايب أو أبوني وتفعيل الجرس ليصلكم إشعار عند تحميل الفيديو السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر